ولمزيد من التفاصيل ينضم معنا من عدن رئيس مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية والإعلام باسم الشعبي أهلا بك باسم كيف ترى استمرار المعارك بين المقاومة والمتمردين في محيط دمت وفي الضالع محافظة إب في الحقيقة هناك المعارك اتخذت طابع قتالي شديد منذ حوالي 4 أيام إلى 5 أيام تقريبا والمقاومة هناك تحقق انتصارا كبيرا وهناك التفاف شعبي كبير من قبل القبائل ومشايخ منطقة دمت ومنطقة جوبن في محافظة الضالع في حدود محافظة إب تؤازر المقاومة الشعبية وأنضم عدد كبير من أبناء هذه القبائل والمشايخ خلال المقاومة الشعبية وهناك انتصارات كبيرة حققت المقاومة خلال الأيام الماضية هناك عدد كبير من القتلى في صفوف جماعة الحذي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لم تتمكن المقاومة القماعة الحذي والرئيس المخلوع والآن من التوقف صوب محافظة الضالع هناك في الحقيقة قتال شريس جدا والمقاومة سطاعت خلال يومين الماضين من إحراز انتصارات كبيرة في هذه المنطقة نعم ما هي الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها تلك المناطق التي تحاول الميليشيات اقتحامها علما بأن المقاومة لا زالت تحرز التقدم في جبهة القتال منطقة دمت ومنطقة جوبان هي مناطق حدودية تابعة في التقسيم الإداري الجديد لمحافظة الضالع وتقع بين ثلاثة محافظات هي تعز وإب والضالع ويعتقد أن جماعة الحذي تحاول من خلال تواجدها في هذه المنطقة من تحقيق نصر ولو معنوي وتقدم نحو محافظة الضالع التي عجزت عن اختراقها خلال المعارك الماضية قبل حوالي ثلاثة أشهر تقريبا وتحاول من خلال تواجدها في هذه المنطقة من إرباك المقاومة الشعبية والتحالف في محافظة تعز وأيضا تحاول أن تقدم الإمدادات لفلولها المتواجدين في محافظة تعز عبر هذه المناطق لكن كما يبدو المقاومة هناك شرسة ويعني المعلومات التي ترد من هناك تتحدث عن أن المقاومة الآن تسيطر على هذه المناطق وقماعة الحذي تتكبت خسائر كبيرة في هذه المنطقة نعم ماذا عن محور تعز الذي يشهد تقدما للجيش الوطني في جبهة القتال ضد المتمردين وهل ترى أن موعد تحريرها مسألة وقت فقط؟ لعم في تقديري وحسب المعلومات التي تردنا من ميدان المعركة هناك بأن المعركة أصبحت الآن مسألة وقت القنود والكتائب التي قاءت عبر القنوب إلى محافظة تعز وأيضا قوات التحالف التي قدمت من العند تحاصر الآن جماعة الحذي من اتقاهين اتقاه من داخل مدينة تعز والاتقاه الثاني من خارج مدينة تعز باتقاه مدينة الحوبان هناك حصار كبير تفرض المقاومة الشعبية وقوات التحالف على جماعة الحذي في بعض مناطق مدينة تعز وهناك انصارات كبيرة تحقق المقاومة الشعبية في المدينة لكن حدثني أمس عدد من المقاومين في مدينة تعز بأن المقاومة هناك ما تزال بحق إلى عدد من الآليات العسكرية لا سيما المدرعات العسكرية وأيضا لعدد من الأسلحة حتى تتمكن فعلا من تمشيط بعض المناطق في مدينة تعز لأن جماعة الحذي ما زات إلى الآن تصلها لإمدادات من محافظة صنعاء عبر محافظة إب إذ لم يتم قطع هذه الطريقة الواصلة ما بين تعز ومحافظة إب تصلها لإمدادات بشكل مستمر إضافة إلى وجود عدد من الألوية العسكرية في مدينة تعز لتابع الجماعة الحذي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لكن المعلومات كبيرة جدا في محافظة تعز والمعلومات التي تصل هناك مشجعة في تقديري وحسم المعركة لصالح التحالف والمقاومة في مسألة وقت في تقديري نعم رئيس مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية والإعلام باسم الشعبي كنت معنا من عدد شكرا لك